السلام عليكم. أعيز أكلمكم عن القيادة. القيادة هي شيء حقيقة أنا معرفش شخصيا هل هو موهبة بتوهب للناس من عند الله سبحانه وتعالى ولا هي حاجة بتنمى. لكن يعني لازم نعرف القائد ونعرف القيادة وننميها عند الناس ونشجحهم على أن هم يخرجوها. يعني مثلا أنا عايز أقول إن في العالم التكنولوجي النهاردة القيادة المالية ترجع إلى شركات زي جوجل وأمازون وميكروسوفت مثلا لحد كبير. الحقيقة فين القيادة؟ دلوقتي مثلا عندنا في مجال الاتصالات. الحمد لله أما إحنا يعني شرحنا الناس إزاي يعملوا الاتصالات السريعة. بقى سباق كله دخل في السباق ده اللي داخل بعكاز اللي داخل بحصانه اللي داخل بحمره اللي داخل بعربية صاروخ كله عايز يسابق يوصل لسرعات أعلى. الـ 2G, 3G, 4G, 5G كلهم سرعات أعلى. وناس بتقترح إن الـ 6G بقى سرعة أعلى. الفكرة إن يا جماعة إهدوا السرعات دلوقتي وصلت لسرعات الموبايل ما بيقدرش يستعملها. فإيه الفايدة من إن إحنا بنزود عن السرعات دي؟ فالفكرة هنا إن مفيش قيادة. كله دخل يعني حد قائد في يوم يموريهم الطريق وجريوا كلهم فيه. فده دور القائد إنه بيوري الطريق فين ويحط عالم كده ويقول كمان عشر سنين ده حيحصل. والناس تتاجه إلى الاتجاه ده. فالفكرة هنا إن يعني إحنا محتاجين القيادة دي في كل المجالات. أنا ابتدت بالتكنولوجي لكن إحنا محتاجينها في كل المجالات. محتاجين الوالد والولي الأمر يبقى القائد في البيت. محتاجين المدير يبقى قائد في الشغل. مثلا ممكن أسمع عن شركات بيبقى قاعد رئيس الشركة قاعد مع الموظفين وبيستعرض المشاكل. ويقعد يكلمهم على مشاكل الشركة. طيب مال إنت دورك إيه؟ دور الرئيس الشركة إنه يحل المشاكل. الرئيس الشركة مفروض حتى يبقى منهاجه إن أنت لو دخلت عليها بمشكلة أنا هحلها. الحل بتاعي لازم تقبله بقى سواء عجبك ولا ما عجبكش. فدي بيتشجع الموظفين إنه ما يدخلوش بمشكلة يخشوا بعدد من الحلول اللي عجباهم وهو المدير بقى يختار أو الرئيس يختار الحل اللي عجبه. فموضوع إن الواحد يبقى مدير طبعا مديرين كتير عارفين في كل الشركات في مديرين كتير. المدير بيؤمر وينهي وكلامه يتسمع ده مش المدير ده مدير فاشل إلى حد كبير. المدير الناجح بيخلي الناس هي اللي عايزة تعمل. هو بس بيوريهم واحنا رايحين فين ويسيبهم يبداعه. والولاي الأمر بنفس الطريقة طبعا يعني أنت تقدر تبقى قاعد مع ابنك وتؤمره وتنهيه وتقول له ما تعملش دي ويعمل دي. لكن لو أنت وريته الطريق ووريته إن آخرت المذاكرة كتير وكده نجاحا ما ييجي كل الحياة حجيه لك. وتوريه برضو بنفس الأسلوب الهادي المتازن تقول له لو أنت ما ذكرتش وما عملتش هيحصل كذا وكذا 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 وتسيبه. خلاص أما هو هيحصل بقى في الناحية السلبية واحد واثنين هيخاف بقى ما انت سدقت واحد واثنين حصلوا يبقى حتحصل ثلاثة واربعة. ما تروحش أنت بقى أما تحذره وتوصل لخمسة على طول. تقول له أنت لو ما ذكرتش هتسجن. أنت لو ما ذكرتش هتفشل. لا ما بيجيش كده. أنت لو ما ذكرتش هتجيب نمرة مش نهائية في الامتحان. ولو ما جبتش النمرة النهائية هيحصل كذا. ولو ما جبتش النمرة العالية وحدة وحدة تاخده لخطوات هو هيشوفه. فهو يبقى مش عايز بقى يشوف آخر الخطوات دي إيه لو أنت صدقت في الخطوتين الثلاثة الأولانيين. من أسوأ الأمور اللي أوليها الأمور بيعملوها أن هي التهويل دي. يعني ما تلعبش بالكابريت عشان هتحرق البيت. لو قلت بيلعب بالكابريت ويكتشف أنه ما حرقش البيت. فبيبدأ يظن إن أهله مش صادقين معاه. لأ أنت بتقوله إن ممكن الكابريت يلسعك. ممكن الشرارة منه تيجي وتحرق البيت. فخليك واقعي جدا في كلامك. دي من صفات القائد إنه واقعي. يعني أنت ما تطلبش المستحيل من حد. طبعا لما تعرف إمكانيات ابنك وقدراته ومواهبه. شجعه عليها وديله ثقة في نفسه في المواهب اللي عنده. ما تعدش تحسسه إنه غابي مثلا فيه الطلبة. مش شاطر في النحو. مهما عملته ومهما علمته هتاخده مدة طويلة جدا إنه يفهم النحو. ما فيهاش حاجة. تشجعه وديله ثقة في نفسه. طبعا لما أنك فهمت أنت تفهم مواهبه الأول. طبعا ما ينفعش يبقى ضعيف في كل المواهد. لازم يبقى مثلا شاطر في الرياضيات وتنمي مواهبه بقى في الرياضيات. أو كده يعني ما ينفعش يبقى ضعيف في كل المواهد. طبعا العلم لا يجزق تقريبا يعني. طبعا الشاطر قوي بيبقى شاطر في كل حاجة. لكن يعني بنقول إن الطبيعي إنه يبقى خوف حاجة وضعيف في حاجة تانية. فما تعتبوش بشدة على اللي هو ضعيف فيه. يعرفه وتشوف طريقة طبعا. أنا مؤمن جدا إن التعليم يعني مفروض الطالب يحب كل المواد. وما بيحبهاش من تجارب الكوالية الأمر لازم يحببه في كل المواد. ولو هو ما بيحبش مادة يعرف يدور على سبب عدم حبه لي. حتلاقي شخص مدرس عنفه فيها أو هو كان بيذكرها ووالده مثلا قاعد يشد عليه فكاره المادة دي. دور على إزاي تحببه في المذاكرة لأن لازم اللي هو يحب اللي هو بيعمله. وعشان يتقنه وعشان يعني يعمله كتير ويعمله براحة بال. المذاكرة مع الحب بالمذاكرة طبعا بتوصل لعلم أحسن بكتير. فإحنا عايزين نربي جيل عنده القيادة ويفهم معنى القيادة. ويفهم إن القيادة مش بالأمر وإنه القيادة بالمثال. وإن إحنا نشوف المستقبل رايح فين ونوري اللي إحنا مسؤولين عنهم المستقبل ده شكله إيه. ونخليهم يحبوا يروحوا للمستقبل ده بطوعيتهم باختيارهم. وربنا وفقكم جميعا وإن شاء الله نشوف الشباب عندنا في عظم أماكن القيادة إن شاء الله. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة